مهمة يا جمعة الخير فيه عندنا كثير ناس يقول لك أنا مش عارف شو الحلم اللي أرسله والحلم اللي ما أرسله شو الحلم اللي هو مفروض أني أنا أهتم فيه والحلم اللي مفروض أني أهمله هل الحلم هذا يعني يستاهل إني أتعب عشان أفسره وظلني أبعث كل يوم ولا ما يستاهل هنا أقول لكم الحلم يا جان خير فيه له صيغة له شكل الشكل هذا يكون يجب أن يكون له مقدمة يجب أن يكون له موضوع لازم يكون له نتيجة عشان أعرف أنه هذا حلمي كامل مكتمل الأركان ولا غير مكتمل يعني إذا أنا قلت مثلا أني حلمت حلم لازم أقول أنا في البداية كنت في مدرسة كنت في بيت كنت في منطقة مظلمة منطقة منيرة منطقة فوق جبل لازم أنا أحدد المكان اللي شفت فيه الحلم أو أعرف على أقل حتى لو بيت مجهول ولازم أيضا يا جماعة يكون فيه موضوع في الحلم أنا أركض أنا أحفر أنا أزرع أنا أبني لازم يكون فيه عندنا موضوع للحلم يا جماعة عشان يكون مكتمل الأركان طبعا الأحلام الثانية ممكن أن أعطيك معنى أو رمز أو بشارة بس أنا عشان أعطيك حلم أقول لك هذه البداية وهذا الموضوع وهذا النهاية لازم أمر على المراحل الثلاثة هذه ما في مجال عشان أعطيك شرح وافي لحلمك النتيجة هي الشيء اللي أنا سويه والله أنت كنت تزرع في الحلم وطلع النبات أثمر وفرحت فيه يا سلام يا الله شجر اللي أنا زرعته كبر هذه نتيجة أنا كنت ياس أطلع جبل بصعوبة وأصلق وأتعب وأضرب بالحجار وأطلب بالرمال ووصلت للقمة وعملت يدي قلت الحمد لله يا رب أحمدك يا رب وأتوب إليك بثلا خلاص أنت وصلت القمة هذه النتيجة إذن لازم الموضوع المقدمة اللي هي حالتك النفسية في الحلم أنت فرحان حزين منطقة مطلمة منطقة منيرة بحر شجر لازم قل ولا أنا كنت ماشي في طريق كله أخضغ هاي زمونة حال نفسية ولازم عندنا الموضوع اللي أنا كنت أسويه في الحلم ولازم عندنا نتيجة هاي أركان رئيسية في الأحلام أساسية ما نقدر نهرب منها ما نقدر نتخطاها الأحلام الثانية القصيرة شفت نفسي أحج شفت نفسي أعتمر شفت نفسي اللي هي قصيرة هذه قد تكون هي النتيجة مباشرة ربنا وفر عليك الخوف حتى رحمة من رب العالمين رحمة من العظيم الكريم وفر عليك حتى الخوف حتى القلق في الحلم حتى الهم وجهبك ربنا عن نتيجة مباشرة أنت مع الحجاج أنت مع اعتمرين أنت نفسك بأولاد وشفت الولاد وياسة تلعب معه وحظن طي هذه سمولا النتيجة مباشرة ربنا كثر ما هو رؤوف رحيم بمعنى الحلم قال لك ما أريد منك جهد ما أريد منك عمل ما أريدك تسوي أي حاجة أريدك فقط تستبشر فقط تصدق الرؤية فقط تعرف النتيجة وقل الحمد لله والشكر إذن هاي الأحلام القصيرة هذا معناتها وراحين خلال حلقة إذا حصلنا فرصة أو تعبنا من التفسيرات نرجع شوي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة